الآيات القرآنية التي ذكرت فيها مصر في أربع آيات جاءت بالاسم الصريح سورة يونس أن تبوأ لقومكما بمصر بيوته سورة يوسف وقال الذي اشتراه من مصر سورة يوسف ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين سورة الزخرف قال يا قوم أليس لي ملك مصر سورة البقرة اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم قيل المقصود بمصر في هذه الآية بلد مصر المعروفة فإنهم لما نجوا من فرعون طلبوا أنواعا من النبات فقال موسى ارجعوا إلى مصر من باب الإهانة لهم ليذكرهم بما كان يفعل بهم فرعون وقيل المقصود انزلوا أي بلد من البلدان ففيه ما طلبتم من النبات لذا جاءت مصرا بالتنوين أي أي بلد سبب تسميتها بمصر قيل نسبة إلى رجل يقال له مصرايم بن حام بن النبي نوح عليه السلام الذي سكن مصر بعد الطوفان وقيل سميت بذلك لأنها حد بين المشرق والمغرب فكل بلد له حدود فهو مصر لأن المصر في اللغة بمعنى الحد موسيقى